حسام حسن كابتن حسام حسن طبعا أسطورة مصر ومدير فن النادي المصري بيقول تواجد المصري في الامارات بيعد إنجاز كبير جدا بيقول ان اي نادي مصري يلاعب الاهل يا وزمالك فيه لقاء السوبر ده بيعد إنجاز ومفيش شك طبعا ان كابتن حسام حسن عامل طفرة يعني مفيش حد يقدر ينكرها مع النادي المصري على مدار المواسم السابقة بيشتغل بقل إمكانيات بلعيبة أغلبهم مغمورين بالنسبة للدوري المصري بالنسبة للإعلام المصري محدش بيبقى عرفهم هو بيساعدهم على التقلق بيساعدهم إنهم يكونوا نجوم كابتن حسن شاطر في دي يعني شاطر في إنه هو إزاي بيعرف ينقي نجوم ومواهب مكانتش حد يعرفها محدش بيعرفها عشان تبقى نجوم كبيرة وفي نفس الوقت بيساعد النجوم الكبيرة اللي بتمر بمرحلة فيها اهتزاز في المستوى إنهم يرجعوا تاني بيبقى نجوم كبيرة يعني إنهم يرجعوا لمستوىهم زي شفنا أحمد رقوف وشفنا ناس كتيرة بدون من عد أسماء هو اللي خلى محمد الشامي عبدالله جمعة تقلقه بعد ما كانوا معارين من أمبيا بيلعبوش فكابتن حسن دايما بيشتغل بقى الإمكانات من يتمنى إنه يقدم أداء جاية بكرة والأهم إنه يقدم أداء جاية في الدوري المصري الممتاز بعد مرحلة من اهتزاز في المستوى ترجمة نانسي قنقر